الحديث الذي يرويه مسلم وغيره حديث صحيح يقول إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب شربة يعني من الماء فيحمده عليها يرضى مرتبة الرضا ليست قليل أيها الإخوة مرتبة رضا الرب عن العبد مرتبة عالية جدا جدا ما ثمنها ما ثمن الرضا الذي نلته من الله عز وجل ماذا أعطيت ما هو المال الذي خرجت منه ما هو الجهد الذي بذلت ولا شيء أكلت مما رزقني الله ثم قلت لك الحمد يا رب على هذا الطعام الذي أنعمت به عليك ضمئت فشربت من الماء الذي أكرمني الله عز وجل الذي وقت يا رب لك الحمد على هذه النعمة هذا الماء النمير العذب الذي أكرمتني به هذا ما فعلته وما معنى لك الحمد فسرنا الحمد الآن الحمد والشكر معنى واحد قريبين يعني يا ربي أنا عاجز والله بيتمنى كنت يعني اطلع عن ملكي وعطيك يا بس ما أنا أنا شو أنا ما بملك شيء لذلك يا ربي اقبل مني عجزي اقبل مني ضعفي فأنا هذا هو شكري لك هذا ما أعطيته باري عز وجل يرضى عني رضاء تاما جناء على هذا الموقف كم وكم الإنسان مدين لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى هذا يذكرنا بكلام يقوله ابن عطاء الله في مكان آخر من تمام نعمته عليك أن خلق فيك ونسب إليك من تمام نعمته عليك أن خلق فيك يعني يلهمك المجيء لهذا المكان يلهمك القيام بالعبادات التي شرعها وأمرها كبير يلهمك أن تعطي الفقير شيئا من المال مما تملك يلهمك هذا طيب هذا من خلق الله سبحانه وتعالى خلق فيك لكنه عز وجل هو الخالق إلا أنه ينسب هذا الأمر إليك ويعدك يعني متقربا إلى الله بجهد وبعمل وفير ويثيبك على هذا فالفضل كله منه وإليه نعم وهذا معنى قوله سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون كم وكم يعني كادت هذه الله أن تذكرني أن تذكرني من الحب لله عز وجل يعني التقدير ماذا أقول للطف الرباني من ذا الذي يقرضه ماذا يجعل من نفسه مقرض مستقرض يجعل من ذاته العليا ماذا مستقرض ويجعلك مقرضا له معقول نعم من ذا الذي يقرض الله قرضا الحسنا يعطيك المال وينعم عليك به ويكرمك برغد العيش هو الذي أعطاك ثم يقول لك ألا تقرضني شيء من هذا المال الذي تملكه لئن أقرضتني شيء من هذا المال لأوفينك هذا المبلغ مضروبا بأضعاف كثيرة ألا تقرضني الله ألا أخجل من هذا الكلام الحلو الذي يقوله لي الله أنا من أنا أنا ملكم ربي مالي ثوبي طعامي شرابي أنفاسي الصاعدة والهابطة كلي ملك لله عز وجل ثم إن الله عز وجل تفضلا منه وإحسانا يقول يطعمني ويعطيني ويغنيني ويقول ألا تقرضني شيء من هذا المال الذي معك لذلك ينبغي أن نقول اللهم أنت رب المحمد كلها منك الفضل كله وإليك الفضل كله أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات فكيف أسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علي المؤمن يخجل يخجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر